موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار البداية بالعنوين ثلاثة عشر قتلا وعشرة جرح نتيجة الاشتباكات والقصف العشوائي في بنغازي ومعارك عنيفة في محور بوعطني الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يقول إن برنامج الاستجابة الإنسانية تعيقه صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة المجلس الليبي والأمريكي والشؤون العامة يقول إن مكتب الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة يباشر التحقيق في ملابسات تعيين اليون مديرا لأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات أكد مصدر من شورى ثوار بنغازي مقتلى أربعة من قوات الشورى وسبعة من القوات المغالية لحفتر بمحور سيد فراج يوم أمس وذلك إثر اشتباكات عنيفة بينهما وأوضح المصدر أن محور بوعطني شاهده الآخر معارك قوية لافتا إلى أن قوات الشورى ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها ولم تخسر أي نقطة تابعة لها حسب قوله وأضف المصدر نفسه أن هدوءا حذرا يسود محور السابع عشر من فبراير لافتا إلى أن منطقة الهواري تشهد اشتباكات خفيفة ومتقطعة اليوم أكد أناطق رسمي باسم السلاح الجوية التابعة لقواته حفتر ناصر الحاسي مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين تابعين لقوات الكرامة في محور الصابري يوم أمس وأوضح الحاسي أن قواتهم نفذت ثمانية طلعات جوية استهدفت خلالها تمركزات تابعة لشورى الثوار بنغازي بالقرب من مصنع الإسمنت ومحوري بوعطني وسيد فرج وأضف الناطق باسم سلاح الجو أن قواتهم قصفت موقع للذخيرة بمنطقة لقوارشة حسب قوله استقبل مستشفى الجلال الجراحة والحوادث خمسة جرحة من المدنيين نتيجة القصف العشوائي الذي طال عددا من أحياء بنغازي بينهم فتن في الثانية عشرة من عمره وأوضح المستشفى على صفحته الرسمية أنثين من المصابين في العناية المركزة وبقية الجرحة إصاباتهم خفيفة وأفاد المستشفى أنه استقبل جريحا آخر تابعا لقوات حفتر أصيب في الاشتباكات الدائرة بمنطقة الصابر قال رئيس جهاز الإسعاف بمركز بنغازي الطبي نجيب ساطي إن الجهاز يعاني نقصا حادا في سيارات الإسعاف التي لا يتجاوز عددها سيارتين حالية بعد أن فقدوا حوالي اثنتين عشرة سيارة وزعت على محاور الاشتباكات المسلحة في وقت سابق ونقل المكتب الإعلامي بمنغازي الطبي عن صوت قوله إنه رغم العمل في أبراج مستشفى بنغازي الثلاثة وقسم الولادة ومع غلق أقصام الأشعة اضطروا إلى نقل المرضى لتصوير الأشعة خارج المركز مشيرا إلى أن جهاز الإسعاف قد خاطب إدارة المستشفى الشهر الماضي لتوفير سيارات إسعاف لأنه لم يتلقى أي استجابة بعد اعتبر الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة منصق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري أن برنامج الاستجابة الإنسانية الذي أطلقته الأمم المتحدة في ليبيا تعيقه صعوبات عديدة في الوصول إلى المناطق المتضررة وعلى همش اجتماع في تونس بمشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أكد الزعتري أن التواصل مع المنظمات غير الحكومية الليبية خطوة مهمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ليبيا فيما دعا عدد من ممثلي المنظمات الليبية إلى المزيد من التواصل مع المجتمع الدولي وإلى أن تحظى بالمزيد من الثقة لدى شركائها الدوليين بغية تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها وخلال الاجتماع جرى عرض وتحليل خطة الاستجابة الإنسانية وبحث سبل العمل في ظل الأوضاع الصعبة وضمان تواصل أفضل بشأن الوضع الإنساني بليبيا ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري بداية سيد زعتري أطلعنا أكثر على خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا شكرا يعني هي خطة الحقيقة لعام 2016 تحديدا ونأمل أن ننجزها خلال هذا العام ونأمل أيضا أن لا نطلق خطة استجابة الإنسانية جديدة في نهاية 2016 لعام 2017 بمعنى أننا نريد أن ننتهي من الأزمة الإنسانية في ليبيا لأنه لا يجوز أن يكون هناك أزمة إنسانية في ليبيا الخطة في تفصيلها طويلة على الشرح من خلال شاشة التلفزيون ولكن لها ثلاثة أهداف رئيسية هي حماية الأرواح وحماية المدنيين وإقامة نوع من أنواع المنعة داخل مؤسسات المجتمع الليبي لأجل التعافي من هذه الأزمة وتركز على سبعة قطاعات هي الصحة والغذاء والحماية والإفعاف المبكر والتعليم والمأوى وتركز بشكل دقيق أيضا على قضية أرك الجميع داخل ليبيا هي قضية النازحين الليبيين في الداخل وقضية اللاجئين أو المهاجرين من خلال ليبيا إلى نعم طيب سيد الزعثة ما هي الحلول التي تم طرحها هنا لمواجهة المشاكل التي تواجهكم في طرح هذه الخطة يعني طبعا نحن نناشد أولا يعني كل من هو جزء وطرف في الصراع الليبي الداخلي بأن يعطي البعد الإنساني الأهمية القصوى في يوم عمله نحن ننادي بوقف إطلاق نار إنساني في أماكن الاشتباكة نحن ننادي بأن يكون هناك ممرات إنسانية لأجل إيصال المتعادات الإنسانية من قبل منظمات المجتمع المدني الليبي ومنظمات غير الحكومية وأيضا المنظمات الدولية العاملة إن ضمننا سلامة وأمن العاملين الإنسانيين نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين الليبيين وغير الليبيين طيب يعني هل هناك مناطق بعينها تم التركيز عليها أكثر من غيرها طبعا يعني يجب أن تركز الخطة على كل المحتاجين أينما كانوا يعني هذا هو الوضع الأمثل ولكن نظرا لشح الموارد وقضية الوصول هناك بعض الأماكن التي نستطيع أن نقول أن يمكن أن نصلها وهناك أماكن أوضحنا بالخطة بأنها أماكن عصية على الوصول مثلا يعني هناك أماكن في الشاق ما نستطيع أن نصلها هناك أماكن في الغرب هناك بعض الأماكن في الجنوب وهذا كل الحقيقة من خلال عمل منظمات محلية ليبية نعني لهم الشكر ونرفع لهم أثناء السحية نعم الممثل الخاص المساعد الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا كنت معنا عبر الهاثف علي الزعتري شكرا جزيلا لك أكد عضو المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة عماد الدين منتصر لقناة ABC News الأمريكية أن مكتب رقابة داخلية التابعة للأمم المتحدة باشر التحقيق في تعيين المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردين ليون مديرا للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات دون أن يقدم المصدر المزيد من التفاصيل وأوضحت قناة ABC News الأمريكية نقلا عن المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة إنه تقدم في وقت سابق بشكوى إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في تلقي ليون عرض عمل من حكومة أجنبية تمثل طرفا في النزاع الذي أوكلت له الأمم المتحدة التوسط فيه واستشهدنا في مذكرتنا في الشكوى بقرارات وقوانين ولوائح الأمم المتحدة التي تفرض على تلك الهيئة أن تحقق في مثل هذه الجرائم المحتملة وعندما تحدثت مع هذا المسؤول مستر جينس فينس أكد لي أنهم بدأوا التحقيق بناء على هذه المذكرة وأوضح عضو المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة عماد الدين منتصر في نشرة سابقة أنهم تقدموا بشكوى بهذا الشأن منذ ثلاثة أسابيع لمكتب التحقيقات الداخلية في الأمم المتحدة كما كدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مشاركتها في المؤتمر الدولي المقرر عقده في روما في الثالث عشر من الشهر الحالي بشأن الأزمة الليبية ونقلت وكالة آكل إيطالية للأنباء عن المتحدثة باسم موغيريني كاترين ري قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن لقاء روما سيوفر منبرا دوليا هاما للتقدم نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية كما أشرت المتحدثة باسم موغيريني إلى موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لجهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا مضحة أن ذلك سيصب في مصلحة الشعب الليبي ومصلحة العمل الدولي في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة اعتبر رئيس وفد مجلس النواب المكلف بالحوار محمد شعيب أن التوقيع على إعلان المبادئ الذي جرى في تونس لم يكن ديمقراطية مشيرا إلى أنه لم يجري عرض الوثيقة على مجلس النواب وفي تصريحات من تونس أوضح شعيب أن الوثيقة جزئية وصغيرة وتتجاهل جهود 14 شهرا من مفاوضات الصخيرات واصفا وثيقة مسودة اتفاق الصخيرات بأنها عميقة وتعالج الأزمة الليبية التي لا يمكن اختزالها في صفحة أو اثنين حسب رأيه وأشار شعيب إلى أن إبراهيم عميش اتصل به بشأن اللقاء بأعضاء من المؤتمر وهو مرحب به في إطار عمل لجنة المصالحة الوطنية ولكن تبين أن توقيع وثيقة إعلان المبادئ خرج عن هذا السياق كما أن العودة إلى الدستور السابق تمثل تجاوزا لعمل هيئة صياغة الدستور ولا يمكن أن يحصل إلا بقرار من البرلمان حسب وصفه تواصلت ردود الفعل الدولية حول توقيع وثيقة إعلان المبادئ بين وفدي المؤتمر الوطن العام ومجلس النواب في تونس تماهد لحل الأزمة وتروحت بين الترحيب والتحفظ المزيد في سياق هذا التقرير ردود فعل المتباينة أثارها الإعلان المبادئ الذي وقعه في تونس وفدان من المؤتمر الوطني ومجلس النواب منظمة التعاون الإسلامي رحبت بالخطوة ودعت الأطراف الليبية لاحتماد الاتفاق والبدء في عملية بناء المؤسسات في البلاد إعلان المبادئ رأى فيه مراقبون إشارة إلى إمكانية تواصل الليبين إلى توافق سياسي لسيما وأنه أول اتفاق يجمع الأطراف المتصارعة وجها لوجه لأول مرة بعد سنة ونصف من الخصام ومن الصراع اتفقوا الليبين واجتمعوا أطرافون واتفقوا على مذكر التفاهم يستطيع كل الأطراف السياسية الآن وبعد توام ما بين الذي تم في تونس وما بين اتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة في مقابل ذلك جدد سفراء ومبعوثون غربيون دعمهم لمشروع الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه بالإصخيرات باعتباره الطريق الوحيد لحل الأزمة السفراء قللوا من أهمية إعلان المبادئ واعتبروا أنه صادر عن عدد قليل من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني مشيرين إلى أن أي محاولة لإخراج الوساطة الأممية عن مسارها في اللحظات الأخيرة لن تكلل بالنجاح في ذات السياق كان المبعوث الأممي مارتين كوبلر قد أكد للوفدين الذين وقعوا الإعلان أن مشروع اتفاق الإصخيرات يظل قاعدة العمل لدى البعثة هذا الموقف الأقرب إلى التجاهل لإعلان المبادئ لسيما من الدول الغربية فسره البعض بعدم تأسيس الإعلان على قاعدة قانونية أو سياسية وكونه لم يكن ثمرة مسار من التشاور ترفض في البداية من أقع توليات المجموعةين وهي الجزائر ومصر ليس رفضا للاتفاق لكن رفضا بطريقة التي تم بها لاتفاق لأنه أصلا لن يقل له مدى بعيد والدليل أن كوبلر لم يلكفت إليه الصعوبات نفسها التي واجهت في السابق مشروع اتفاق الإصخيرات يبدو أنها تواجه كذلك وثيقة إعلان المبادئ والتي عزز التوقيع عليها التفاؤل بقرب التوصل إلى حل نشراتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل في اليوم العالمي لمكفحة الفساد اتحاد ليبيا لمنظمات شفافية ومكفحة الفساد يطلق حملة أياد الإصلاح للبناء ليبيا 13 قتلا وعشرة جرحى نتيجة الاجتباكات والقصف العشوائي في بنغازي ومعارف عنيفة في محور بوعطني الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يقول إن برنامج الاستجابة الإنسانية تعيقه صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة المجلس الليبي والأمريكي للشؤون العامة يقول إن مكتب الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة يباشر التحقيق في ملابسات تعيين اليون مديرا للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات أهلا بكم من جديد تمكنت لجنة شؤون المحتجزين بالهلال الأحمر الزاوية من الإفراج عن محتجزين اثنين المدينة الزاوية في ورشفانة وأوضحت لجنة شؤون المحتجزين بالهلال الأحمر أنه جرى تسلم المواطنين المفرج عنهما أمس في منطقة بير بن حسن بعد اتصالات مكثفة جرت بينهم وبين لجنة الأسرى بورشفانة أوضح بيان صادر على اجتماع ريكدالين للمجالس البلدية الحدودية مع تونس ومؤسسات المجتمع المدني وحكماء وشورى المنطقة أن قرار غلق الحدود الليبية التونسية هو شأن تونسي داخلي دعين الجهات المسؤولة لإعادة دراسته وهيكاليته ودعا البيان الذي وقع عليه وقع عليه مكتب العلاقات الليبية التونسية والهيئة المغاربية لحفظ الأمن والاستقرار دعا كل من تونس وليبيا لاتخاذ تدابير أمنية لمنع الاختراقات الأمنية والابتعاد عن فكرة غلق الحدود لما لها من انعكاسات سلبية على الشعبين وطالب البيان بعقد اجتماع ثنائي يجمع النسيج الاجتماعي للمناطق الحدودية بين البلدين للحوار والتشاور والاختيار لجنة المستركة المهمتها التواصل والتنسيق لإنشاء صندوق لدعم الأسر الليبية المهجرة في تونس كما رفض البيان التشويه الإعلامية والتهم المنسوبة للشعب الليبي أكد عضو المجلس البلدي في طبرق نوري درمان عدم تسلم المجلس البلدي في المدينة أي أموال من حكومة الأزمة منذ أكثر من سنة وأضف درمان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس يعتمد منذ بداية تسلمه لمهامه على المساعدات المقدمة إليه من التجار وأهد المدينة مشيرا إلى عدم تقاضي شركة النظافة أو النازحين لمرتباتهم منذ سنة وثلاثة أشهر وأشار درمان إلى أن المجلس البلدي تواصل مع حكومة الأزمة ومجلس النواب إلى أنه لم يتلقى أي ردود حتى الآن ونوه درمان إلى عدم تقاضي أعضاء المجالس البلدية في المنطقة الشرقية لمرتباتهم منذ أكثر من سنة خرج معهد تدريب الشرطة في مدينة غاد دفعة جديدة من المنتسبين تقدر بأكثر من 450 شخصا بعد أربعة أشهر من التدريب المتواصل وقال آمير تدريب المكلف السيد شامبلو إن من بين الخرجين 38 امرأة وقد تم خلال حفل التخرج تقديم عروض للمشاة والقوس والسهم والحماية الشخصية وأخماد الحرائق وأضاف شامبلو أنه تم خلال الحفل عرض مسرحية الشرطي المهمل وعرض للدفاع على النفس وقيام بعض الخرجين بعروض لفك وتركيب الأسلحة أكدت شركة العامة للكهرباء دخول الوحدات الأولى والثانية والرابعة بمحطة الخمس الغازية على شبكة بعد قيام فنيها ومهندسيها بأعمال صيانة اللازمة وأضافت الشركة أن دخول هذه الوحدات على الشبكة سيساعد في تغطية أحمال الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالوحدة الغازية الثالثة وعودة المحطة قريبا إلى الوضع الطبيعي وكانت الوحدات قد خرجت عن الخدمة بسبب الاجتباكات التي دارت في مجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية الأيام الماضية تبرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس بمواد طبية إلى مستشفى مصرات المركز موضحة أن المواد تكفي لعلاج مئة جريح وحالة طارئة من جهة ثانية نظم الهلال الأحمر الليبي فرعة رابلس قافلة طبية إلى مجمع العيادات الطبية بمدينة ترهونة ضمت فريقا من الأطباء والاختصاصيين والممرضين والمسعفين في مختلف التخصصات الطبية وضف الهلال الأحمر على صفحته الرسمية أن كل الكشفات الطبية كانت مجانية قال مدير المكتب الإعلامي بهيئة الرقابة الإدارية أيمن الجليدي أن الهيئة أحالت بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم إلى التحقيق على خلفية إبرام 150 ألف عقد عمل بالوزارة وضح جليدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن وزارة التربية لا تحتاج إلى 10% من هذه العقود المبرمة لافتا إلى أنها اجتملت على تخصصات غير مطلوبة كالعناية الفائقة وتصميم الأزياء والتخدير إضافة إلى السمكرة والميكانيكا وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن هيئة الرقابة وصلت إلى هذه النتائج عن طريق التحقيقات بهدف محاربة ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة أطلق اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد حملة تحت شعار يدا بيد نضع للفساد حد الحملة التي انطلقت الأربعاء وتستمر لمدة عقد كامل يريدها المنظمون أن تتضمن خطة استراتيجية بمراحل متعددة قصد التصدي للفساد على الأصعدة السياسية والمالية وغيرها بقى التفاصيل في سياق هذا التقرير تحت شعار يدا بيد نضع للفساد حد أطلق اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد حملة أياد الإصلاح لبناء ليبيا بهدف منع زيادة انتشار الفساد والحد من هذه الظاهرة الحملة التي انطلقت اليوم ستستمر لعشر سنوات وسيتم خلالها وضع خطة استراتيجية بأهداف معينة ومراحل متعددة لوضع حد للفساد على الأصعد السياسية والمالية والأخلاقية والبيئية وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى المواطنين والأفراد عبر حملات توعوية وورش عمل وندوات ومؤتمرات محلية ودولية قبل أن تمتد فيما بعد إلى القطاعين العام والخاص بغية وضع حد للفساد المستشري في أجهزة الدولة بحسب المنظمين درنا رؤية ودرنا رسالة وخطة استراتيجية وهداف استراتيجية وخطة تشغيلية تستمر هذه الحملة عشر سنوات وقد أرجع بعض المشاركين في الحملة سبب انتشار الفساد في البلاد إلى قلة الرقابة التي تفرضها الأجهزة الضبطية على المخالفين كما دعوا إلى وضع آليات تبدأ بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنية ووضع مواد خاصة وصارمة في الدستور المقبل للبلاد تؤسس لوجود حكومة قوية تادف بشكل جدي إلى مكافحة الفساد وهو ما لم يتوفر في ليبيا على الأقل خلال الأعوام الماضية أصبحنا الآن في مشكلة كبيرة وهي التراجع في أداء الاقتصاد الليبي نتيجة الفساد المنتشر للأسف في العديد من الإدارة الليبية بشكل عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للمؤتمر الوطني العام أقامت بهذه المناسبة ورشة عمل بمقار المؤتمر لمناقشة ورقات عمل حول ترتيب ليبيا بين الدول الأكثر فسادا ومقارناتها بدول الجوار وصب لمكافحة الفساد في ليبيا عند رصد أي مخالفة سواء كانت إدارية أو مالية يتم إحالتها وعند توافع الوضع الأمني الجيد يتم محاسبة المخالفين حملات ومؤتمرات قد تبدو بسيطة في ظل انتشار الفساد في ليبيا بحسب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ولكنها في نظر البعض خطوات في الاتجاه الصحيح من أجل وضع حد للوضع الحالي قبل الختام هذا تذكير بالعنوية ثلاثة عشر قتلا وعشرة جرحى نتيجة الاشتباكات والقصف العشوائي في بنغازي ومعارك عنيفة في محور بوعب الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة منسق السؤون الإنسانية في ليبيا يقول إن برنامج الاستجابة الإنسانية تعيقه صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة يقول إن مكتب الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة يباشر التحقيق في ملابسات التعيين اليوم مديراً للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات ختام النشر دمتم في رعاية الله وحتى إلى اللقاء اشتركوا في القناة